أسماء المسيح عند الميلاد ذكرت من إشعياء تسعة أن اسمه رئيس السلام إله قدير أبا أبديا عجيبا مشيرا عم نقيل الله معنا لكن واحدة من النبوات أيضا العظيمة في رسالة أو في نبوة النبي ميخا إصحاح خمسة والآية 2 تتكلم عن مولود بيت لحم يقول وأما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن هذا الذي يولد في بيت لحم مكتوب عنه أنه هو الأزلي الأزلي يعني لا بداية له ولا نهاية وهذه الآية على فكرة تكررت مرارا في الكتاب المقدس ولسيما في الشعياء واقتبسها الرب يسوع على نفسه قال في سف رؤية أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء هذه النبوات التي قيلت عن يهوى قديما قيلت عن يسوع أيضا فالمسيح اللي ولد في بيت لحم هو الإله الأزلي الإله الأزلي وهذا أحبائي بيعطينا الصرور أنه إحنا في حمى مش مجرد نبي أجو راح إحنا في حمى إله منتصر ظافر حي إلى أبد الأبدين يسمع يتواصل يتفاعل مع احتياجاتنا